شوكولاتة بليزو بدون سوداني وبسوداني هنعملها بالاتنين النهاردة وكمان هنعمل بسكوتتها في الطاصة بطريقة سهلة جدا وطعم جميل جدا بسكوتة مقرمشة محشية شوكولاتة أو كراميل وعليها طبقة كراميل منبرة ومتغطسة في الشوكولاتة البيضة أو في كرات الشوكولاتة البيضة أو في السوداني الطريقتين ينفعوا ومتغلفها بالشوكولاتة من برة خالص طعمها جميل جدا وطرقتها سهل قوي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة أول حاجة هنعمل العجينة هنحتاج بياض بيضة واحدة بس هنحط بياض البيض ده في بطرمان صغير وهنحط عليه رشة منح صغيرة بعد كده هنقفل البطرمان ونفضل نرجي فيه لحد ما بياض البيضة يتحول للنون الأبيض ويتكون رغوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد كده نضيف عليها معلقتين سكر بودرة وكمان رشة فانيليا صغيرة جدا ونقفل البطرمان مرة تانية ونفضل نرجي فيه لحد ما القوام ده يتقل ويكون شبه المرنج أو شبه الكريمة الخفيفة بعد كده هنضيف باقي المكونات هنضيف ثلاث معالق كبار من الدقيق وتلت كوباية من الميا ومعلقة واحدة من الزيت ومعلقة برضو واحدة كبيرة من العسل ونقطة خال بسيطة جدا بعد كده هنقفل البطرمان ونفضل نرجي فيه لحد ما القوام ده يتجانس ويكون زي كده هنجيب طاصة فال ونحطها على عين الصغيرة العين الصغيرة متولع على درجة الحرارة العادية وندهنها بشوية زيت صغيرين ونحط فيها معلقة واحدة من خضيط العجينة ونفردها كده على شكل دايرة زي ما انتو شايفين بالشكل ده هنسيب دايرة العجين دي لحد ما تحمر شوية من تحت يعني يكون تكون حمرة بس مش حمرة قوي يعني مش محروقة يدوب واخدة لون العجينة نجحة جدا ما بتلزقش في الطاصة خالص وممكن كمان ننفع في الطاصة الألمونيا بعد كده نقلبها على الوش التاني عشان ياخد لون هو كمان بعد كده نشيلها من الطاصة نحطها على طبق ونحط عليها عود شواء أو أي حاجة رفيعة زي كده ونلفها على شكل رول زي ما انتو شايفين كده ومنسبهاش لحد ما تنشف عشان نعرف نلفها والطرف بتاعها نحط فيه نقطة من العجينة اللي احنا عملناها ونلزقها بها زي كده بعد كده نرصها في طبق الجزء المفتوح لتحت زي ما انتو شايفين كده وممكن كمان تعمله كذا دايرة مع بعض زي ما انا هعمل كده بالزبط طبعا في الاول بتعملي دايرة واحدة بعد كده ممكن تعملي دايرتين مع بعض او ثلاثة كمان ونسيبهم برضو يحمروا من الجهة اللي تحت بعد كده نقلبهم على الجهة التانية عشان تاخد لون هي كمان بعد كده نشيلهم ونلفهم زي الطريقة التانية دلوقتي هنعمل الكراميل هنحط حلة على درجة حرارة تحت المتوسط بشوية ونحط فيها كوباية واحدة من السكر وهنسيب السكر شوية صغيرين بعد كده هنبدأ في التقليل هنلاحظ ان الجزء اللي تحت من السكر بدأ يسيح شوية برضو هنفضل نقلب فيه واهم حاجة اننا نقلب الجوانب لانها اول جزء بيسيح وكمان اول جزء بيتحرك الكراميل مش لازم يغمق خالص لانه لو غمق بيمرر ومنوش حل خالص بعد فترة بتلاقي السكر بدأ يكور او جزء منه يبقى كور او قطع وجزء سايح هنفضل برضو نقلب فيه لحد ما يسيح خالص زي ما انتم شايفين كده اول ما الكراميل يسيح هنضيف ليه معلقة من الزبدة او قطع الزبدة صغيرة ونفضل نقلب فيها لحد ما الزبدة تسيح وتخطفي تماما بعد كده نضيف للكراميل كباية واحدة من اللبن واللبن لازم يكون سخن ولازم تستخدموا حلة كبيرة عشان لوفار زي ما انتم شايفين كده بعد كده هنجيب ربع كباية من المية او شوية مية صغيرين خالص ونضيف ليهم معلقة كبيرة من النشا وندوب النشا في المية كويس جدا بعد كده نضيفها للكراميل ونفضل نقلب في الكراميل باستمرار لحد ما القوام ده يكون تقيل شبه المهلبية لو لحظتوا اي تكتلات في الكراميل اخفقوه بالهند بلندر او بالخلاط العادي وقبل ما تطفو النار على طول ضيفوا عليه رشة ملح صغيرة بعد كده فتضوه في علبة بلاستيك لها غطى او في طبق لو طبق هنغطيه بكيس ولو علبة هنغطيها بغطاها وندخلوا التلاجة لحد ما يبرد خالص دلوقتي هنجهز الطبق الخارجية معينا ربع كيلو من الشوكولاتة الخام هنحط مياه في حلة تغري على النار ونحط الشوكولاتة الخام هنكسرها الاول ونحطها في اي حاجة كده بعد كده نحط الطبق اللي حطينا فيه الشوكولاتة الخام فوق الحلة اللي فيها مياه وهنفضل نقلب في الشوكولاتة باستمرار لحد ما تسيح تلات تربع يعني يكون تلات تربع الشوكولاتة سايح وأجزاء بسيطة جدا هي اللي لسه ما ساحتش بعد كده هننقلها على الرخامة ونكمل تقليب لحد ما كل كمية الشوكولاتة تسيح وكمان هنقلب الكرامل لتقليبه قبل ما نستخدمه هنجيب كيس تلاجة ونحط فيه معلقة كبيرة من الشوكولاتة ونخرم الكيس خرم صغير جدا ودي اللي هنحشي بيها البليزو من جوه هنجيب البسكوتات اللي عملناها ونحشيها من ناحيتين بالشوكولاتة زي ما انتو شايفين كده وممكن كمان نعمل شوكولاتة كدابة للحشو وكمان ممكن نحشيها بالكرامل زي ما انتو شايفين انا استخدمت الكيس وكمان لو عندكو سرنجة او حاجة زي كده دي بتاعة الاطفال الصغيرين ممكن تحشي بيها البسكوتات بتكون اسهل بكتير من الكيس بس انا حبيت اقولكو عالطريقتين برضو هنحشي البسكوتات من ناحيتين كده لحد ما يتملوا بالكرامل او بالشوكولاتة عادي خالص هي بتكون بالنوعين او بالطعمين كده انا حشيت كل الكمية انا معي عشرين بسكوتة بعد كده هياخد بسكوتة بسكوتة واغمسها في الكرامل او اغلفها بالكرامل زي ما انتو شايفين كده وهشيلها من الكرامل بشوكة واحاول اشيلة زيادات اللي عليها واحطها في الشوكولاتة الشوكولاتة دي شوكولاتة كور بيضة صغيرة انا باشتريها من عند العطار او من بتاع الحلويات بتكون عبارة عن شوكولاتة بيضة او يعني هي متغلفة بشوكولاتة بيضة وجواها بسكوت بتتباع عند اي عطار او اي حد بتاع مستخزمات الحلويات بعد ما بحط البسكوتة في الكرامل بغمسها بالشوكولاتة البيضة بعد كده بحطها في الشوكولاتة الخامل متسيحة واغلفها بيها زي ما انتو شايفين كده واشيلها بشوكة وارصها في طبقة وكمان في طريقة اسهل بكتير ان انا هاخد نصف الشوكولاتة الخامل متسيحة دي احطه على الكور البيضة وقلبهم كويس جدا مع بعض واغلف بيها الشوكولاتة بعد ما حطها في الكرامل ده كده اسهل بكتير وكمان اوفر بكتير وبرده بنفس الطريقة بعد ما حط البسكوتة في الكرامل هحطها في السوداني السوداني ده انا مكسراها شوية صغيرين بالكبة بتاعة الخلاط هغلفها كويس بالسوداني بعد كده اغلفها بالشوكولاتة الخامل متسيحة وبرده بنفس الطريقة هاخد شوية توداني واضفهم على الشوكولاتة الخام وقلبها كويس جدا واغلف بهم الشوكولاتة برضو الطريقة دي اسهل بكتير وكمان اوفر بكتير وبعد ما خلص كل الكمية لو فيه باقي عند شوكولاتة هحاول ازبط بيها الشوكولاتات اللي انا عملتها يعني لو مثلا تخينة من ناحية او رفاية من ناحية او جزء مثلا مع لهو الشوكولاتة كفاية هاخد معلقة صغيرة واخد بيها الشوكولاتة واضفها على الشوكولاتة او حطها على الشوكولاتة على اجزاء اللي هتكون محتاجة شوكولاتة زي ما انتو شايفين كده انا كده بزبط شكلها عشان يكون شكلها متناسق بعد كده ادخلها الفراسر او التلاجة لحد ما تجمد خالص وبتكون بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو جدا وكمان موفرة بتدينا كمية كبيرة يعني انا عملت عشرين قطع ما تنسوش تعملوا لا تلي الفيديو وتشتركوا في القناة وبالهلو الشفا مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة